بالله الرحمن الرحيم الفيديو ده برضو مرتبط بفيديو اللي فات اه في ممكن بعض الزملاء هيحب ان هو يطور منتجات محددة بغض النظر عن موضوع الشركة يعني هو يقول انا مش عايز ابص على شركات مختلفة واشوف كل شركة بتنتج انهي منتجات وكده لأ انا في منتجات معينة في زهني عايز اركز عليها اه واشوف كل الشركات اللي بتنتج نفس المنتج ده هو اه فموقع استاد نانو برضو بيعمل حاجة زي كده في خواعد البيانات عنده عنده ممكن ادور على برودكتس بس يستحسن لما تيجي تدور بالفرودكس يعني احنا الفيديو اللي فاتطورنا بالكومبليز بالشركات ممكن ادور بفرودكس بس يستحسن انت تكون مسجل معاهم يعني تعمل او انت تعمل ساين قبل وانت اول مرة تسجل معاهم وتسجل معاهم وتبني تتصفح لايه الفرودكس اسناء ما انت تكون اه مسجل يعني خلينا نوقف ان شاء الله طيب عشان بس لو كان حيخد وقت في تحميل هو انهو في ميزة انهو بيقول لي انا عندي مثلا تقريبا يعني عشر تلاف وشوية منتج موجودين من كل العدد ده من الشركات في كل الدول ده هيت هو هنا مقسمهم لي بالصناعات برضو بطريقة كويسة جدا نحية اصناعة مثلا الالكترنيات صناعة الادوية صناعة الكونستركشن وهكذا اللي هي زي المواد التجميلية وهكذا العربيات الاغذية الزراعة اه صناعات كتير جدا نحية ففي ميزة انهو كبسلا حد ايه من الزملة بيهتموا بشغل المنتجات اصن بيبقى اكتر في الحاجات الطبية والحاجات اللي زي كده ان هم اه عايزين يطوروا مسلا منتج معين يعني احنا ممكن نفتح مسلا حاجات الطبية انهوة طبعا انا يعني ده مش خصوصي ابي بس ممكن نحاول نفتحها في زمان انا مسلا بيحاولوا ركزوا ايه على منتج من مواد التجميلية معينة على مسلا صن بلوك مسلا على كريم معين على حاجات زي كده هوة بيحبوا يركزوا على الكلام ده هنا مسلا انهوة طبعا مقسم لي جوة المواد التبية مقسم لي مسلا شغل مسلا الاسنان شغل مش عارف مسلا حاجات للتعقيم اه شغل مواد صيدلانية اه حاجات زي كده هوة احنا ممكن مسلا يعني انا كمان عشان يعني خصوصي مش اسنان قوي فممكن نحاول ندخل عليه من بابل احنا ايه بنتصفى حاجة جديدة معنا يعني دي الميزة يعني هوة انهوة هنا عامل لي سيرش كويس جدا عامل لي فلاتر كويسة جدا او كزا فلتر ان انا ممكن ايه ادور فيهم هو هنا بيقول لي ادي انواع المنتجات اللي جوة صناعة الاسنان اللي جوة الحاجات الطبية ممكن في كزا حاجة ده مسلا طبعا في حاجة انا معرفوش بس ده مسلا مع جون الاسنان مسلا دي فرش الاسنان فانا ممكن اسأل نفسي ازاي ما قد ان انا بتستخدم جوة فرش الاسنان ده منتج كويس ممكن احاول افكر فيه اطوره لو انا بشتغل مسلا في شركة في مجال البحث والتطوير حتى جوة شركة معينة ممكن ان اعرض عليهم احنا نحاول نطور حاجة زي كده طبعا يعني الزملاء اللي في تخصص ده هم قادرة بس منشوف مسلا الماوس هوش مسلا او زي غسول الفم او كده هو ممكن نشوف نور نشوف كده ايه الحاجات اللي عندهم دي كلها منتجات لشغل الاسنان اه كل دي منتجات عندهم وهم حدد لك كم منتج منهم موجود ففيه كده حاجة ممكن نشوف احنا ممكن مسلا ايه نحدد موضوع مسلا الماوس هوش مسلا اهو كفلتر كده هو هنا ممكن يحدد لي ايه المواعد النانومترية اللي انت عايت تشوفها اه يعني عايز تتركز اكتر على السلفر ولا على دي ولا على دي ولا دي فعلا انا ما يميليش اوي دلوقتي انا كل ده برضو مش مشكلة اول معي كل ده مش مشكلة خالص انا بس خلينا الاول اشوف المنتجات اللي هي الماوس هوش الاول يعني ممكن مسلا زميل زي ما تفقنا دي كده منتجات ماوس هوش هيت كل دي منتجات بتتبعها بشركات مختلفة كلها اسمع ماوس هوش والمفروض انه كلها جوا منها مواد نانومترية فانا انا اقدر بقى امسك واحد من دول مسلا ابتدي افتحه اتعامل معاه وابتدي اشوف بقى ايه اللي بيحصل جوا ايه الجديد اللي فيه الدور المادة نانومترية اللي جوا ايه بتعمل ايه المادة دهية ايه استخداماتها هل هي مادة امينة ولا مش امينة يعني هل مدروس لها كويس طبعا اكيد المفروض يكون مدروسة بتاعتها كويس هل مدروسة هل حد عامل ريفيو عن موضوع التكسيسي بتاعتها ولا معدش عامل ريفيو وهكذا هو هنا محدد لي ان فيه تلات انواع موادنا نومترية تنفع مع الكلام ده اللي هي السيلفل هيدروكسي بطاعت والكليز ممكن نبقى نبص عليها حتى كل دي من معلومات عامل كل ده ايه زي ما اتفاقنا احنا منتعرف على منتج جديد اول مرة اسمع عنه مثلا وابتدي انا عايز اعمل ريفيو عنه عشان انا افهم عنه اكتر وفيه دبقى القارئ بإذن الله بعد جدود ادي مثلا هو الموصوشة اهو ادرقر عنه بقى ده الخصائص بتاعته ده الوصف بتاع المصنع يعني الشركة اللي بتصنعه بتوصفه كذا 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 دي شركة الماني ايه بتقول عنه ان هو بيستخدم عشان كذا عشان كذا عشان كذا فيه مميزات كذا وكذا وكذا زي ما انتبعنا انا ممكن اعدي على كل المنتجات دي ده جزء من الريفيو انا ممكن جزء من الريفيو انا افهم المنتجات اللي طالعة دي وايه الفروقات اللي ما بينهم بين بعضيهم فيه ساعة مسلا ان شركة تلاقيه مسلا بتعمل نفس المنتج فيه كذا ميزة مسلا ان هو موصوش ويقدر يعمل كذا ويقدر يعمل كذا ويقدر يعمل كذا فدي كلها ايه مميزات زي ما انتبعنا طيب انا انا اوقت مش حلاقي برضو نفس الفكرة غالبا مش حلاقي شرح عميق قوي يعني ايه مواد النانو متريل اللي جوه هو بيقول لي ان فيها هيدروكسي ابتايت جوه طب دوره ايه لهايدروكسي ابتايت يعني ايه عزي اني بفهمين ايه دوره فانا ممكن بقى اجي مسلا ايه اعمل نفس الفكرة زي ما انتبعنا ان انا خلاص فهمت ان فيه مواد نانو في الماوس هوش ام فيه تدور بقى هل في حد اعمل ريفيو عن ناوضة لا فانا ممكن اكتب ماوس مسلا واش واكتب نانو واكتب ريفيو مسلا ريفيو مسلا ممكن ماوس هوش ماشي اه اشوف هل حد عمل حاجة زي كده بيقول لي اهو اه مورس فاسكالسيان فوسفيت للماوس هوش تحضرها وتوصفها ودور الانتي بكتيري الافيكتز بتاعتها اه مسلا انا لسا معرفش ده ريفيو ولا ده ولا ده بحس نبص فيه نشوف كده اين ايه اللي بيحصل فيه اهو اورال كير كوزموتيكس اه ريفيو برضو محتاجين نرجع له ده عشرين وعشرين احنا دعوتي او رب يعني اخر تلاتة وعشرين فيعتبر ايه برضو مش حديث ايه وها كزا بنبدأ بقى ندور وراهم اهو سيلبر نانو فارتكا زي ماوس واش اجينيس انفكشن كوزد باي كزا ا ريفيو اسكوبينج ريفيو كويس جدا فيه كزا ريفيو ده ريفيو تلاتة عشرين اهو في برازيليان دينتل في مجلة تبع البرازيل فممكن انت ان نبص فيها وها كزا دي تبقى بتاعتي زي ما قلت لك انا كل اللي يهمني ان انت لما تيجي تكتب ريفيو زي كده انت بتفكر لنفسك في مجال عمل ان شاء الله لتطوير منتج زي كده لانه في شركات زي ما قلت لفي شركات المسامة الوظيفة عامة انا عمدهم يبقى اسمه مثلا اخصائي بحث التطوير او مهندس بحث التطوير وشركات يحبوا حد مثلا بتاع تطوير منتجات محددة هم يقولولوا احنا عندنا مثلا يعني النوع ده من الموزوش عايزينك تفكر في مواد نانومترية تحسنوا بيها تحسن خصائص بتاعته فانت محتاجة تسأل نفسك سواء لان انا انا تعينت في وظيفة زي كده ايه اللي انا هخش اعمله معاهم اول حاجة محتاجة بقى فاهم ايه المواد النانومترية اللي مستخدمة عموما على مستوى الشركات في العالم كله على قد مقدر ايه دور المواد النانومترية ده هي بتتحضر ازاي اه 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 لما حطها جوال ما وصوهش بالجرعات عاملة ازاي اه وهكذا دي الاسئلة اللي انا مستنيه هل المواد دي متأس لها السمية بتاعتها ولا لا هل في ايه سات تانية ممكن بتتعامل عليها ولا لا وهكذا انا بقى لو عملت ريفيو زي كده هوت هيبقى لخص لكل المعلومات دي وانا استفدت منه وتعلمت منه وتعلمت زي اكتب ريفيو وتعلمت ان شاء الله زي انشره يعني فانا محتاج ريفيو في الاولي اتكلم ايه هو الموصوش و ايه هو دوره و ايه تركيباته المختلفة ايه بقى المواد النانومترية المختلفة اللي تسخل في استخدامه مثلا انا عرفت ان فيه مثلا سيلفر دول اشهر حاجات ابتدي بقى اتكلم عن السيلفر وسيلفر النانو بورتيكالز و ايه دوره جوه و ايه اللي بيعمله الهيدروكسي بطايت و ايه دوره جوه و ايه تركيبه و ايه اللي بيعمله جوه الكليز انهي كليز وبتعمل ايه الابحاث والدراسات السابقة التي عملت فيها ازاي تحضرت المواد دي بتتحط جوه الماوز فوش بأنهي تركيزات هل في دراسات اتعملت فعلا لما استخدمت الماوز فوش بي ومن غير المواد النانومترية له فعالية اكبر هل فعلا له دور كبير او مؤثر يعني ولا لا لو اقدر اعرف مسلا اسعاره حاجة زي كده اسعارها بتتبع بكام يعني انا ممكن ادخل مسلا على جوجل حتى العادي باكتب مسلا ماوز فوش مسلا باكتب بيرتشيس مسلا ويكون معا نانو فورتكال مثلا وحاول اشوف كده اسعاره بتبقى بكام لو معا مواد نانومترية بتبقى بكام من غير مواد نانومترية تبقى بكام كأنني هشتري فاشوف اسعاره ما عاملت ازاي على النت ابتدي اقارن لو حد نعمل دراسة مقارنة وانا اقارن بنفسي اشوف الاسعار واختلافاتها عاملت ازاي وهل فعلا الاسعار يعني بتبقى كبيرة او الدرقة دي ولا لا كل دي الحاجات مطلوبة ممكن اعمل ملخص بالشركات اللي بتنتجه زي كده وتعدي على الشركات دي واعمل شرح لكل شركة من دولت واتكلم الشركة دي هي فين ومميزاتها فين وجوه الريفيو بقى في حتة فعلا مختصرة عن انواع الشركات المختلفة اللي بتنتجه والموقع الرسمي بتاع كل شركة منهم من بابل ان القرأ يتعلم يشوف كده ايه المنتجات المختلفة دي من انهي شركات فين الشركات اللي عمستهر العالم اللي بتبتيت يشتغل في حاجة زي كده يعني بس دي الفكرة اللي يعني ايه هنا طبعا دول تمانية ريزلت لان دول تمانية شركات بس فدي حاجة ايه امرها سهل يعني لكن مثلا في بعض المنتجات ممكن تكون بتنتج على مستوى اكبر من كده هو اصف بارتو ايه ممكن تبقى احصائية موسعة عن كده ممكن حد الزملة مثلا يبتدي يشوف مثلا اكتر دولة منتجها لحاجة زي كده فين يعني لو مثلا لو كان دوله تمانين ريزلت مثلا كان ممكن بقى هو يبتدي يحاول يعمل احصائيات يشوف بها مسلا هنا قدامه مكتبين مسلا دول سبع مسلا سبع دول المانيا فيها شركتين بتنتج مسلا ايران فيها شركة مش عارف وهكذا الممكن يبقى عنده مسلا ايه اكتر من كده هو دول كتير يبتدي ياخد الارقام دي ويعملها في صورة احصائية ويحطها مسلا في جرافات مسلا كده في الريفيو او حاجات زي كده كل دي معلومات موجودة وزي ما قلت لك انا كل يهمني ان انت تطلع من عقلية ان انا ايه اه مش عارف اتصرف ازاي او عايز اكتب ريفيو مش عارف اعمل ايه العقلية ان انت ريفيو بيتكتب عن طريق عشان انت تعرض معلومات للقارئ انت تستبيد منها ويستبيد منها بس دي الفكرة منطقة البساطة يعني وفي صورة زي ما قلنا اه هدفك في الاخر ان انت عايز تجمع كل المعلومات اللي تخليك لما تدخل الانتروفيو ان شاء الله تطور منتج زي كده في شركة تقدر ان شاء الله تبقى عندك ايه لحد الادنى من المعلومات اللي يساعدك ان انت ايه توصل للمرحلة دي وان انت تدخل ان شاء الله تتعين بعمل زي كدوات يساعدك ان تتطور منتج زي كده وزي ما اتفقنا هنا فيه منتجات كتير جدا انت ممكن تشوف المنتج اللي انت مهتم بيه تخش تدور المرة اللي فاتتشوفنا شركات البترول ممكن انت بقى تبتح الشغل البترول اللي بتدي تدور جوه لو انت مهتم بيه اتلاعي بقى جوه عندك الايه التفاصيل هنا بقى هو مقسم هوم لك الفيديو اللي فات كنا منشوف الشركة بتنتج ايه ونلف ونظر وراء كل شركة منهم ان كل شركة لها دنيتها بقى هنا هو مقسم هوم لك بيقولك ان جوه شغل البترول في كوتينج اللي هو زي الديانات اللي على المواصير فيه شغل البايبلين لتطوير انا مسلا اول مرة عايز اعرف ازاي البايبلين زي المواصير بيخش في صناعاتها مواد نانومترية فيه شغل اكتشاف البترول فيه شغل الحفر والادوات فيه شغل التشحيم ده اللي اتكلمنا عنه اكتر في فيديو اللي فات فيه شغل معالجة الابار ففيه واحد ممكن مصلا ان زميل يقولك اه انا والله موضوع معالجة الابار ده حلو جدا انا عايز اشوف انا ايه المنتجات اللي فيه موضوع التشحيم ده برضو اقار انا عايز اشوف خصوصا ده مسلا في مئة وسبعين منتج فده موضوع واسع جدا ووضوع فيه تميز كبير يعني بواحد بقى يفتحه وبتدي يبص جوه منه ويشوف بقى زي ما انتفقنا بس دي الفكرة بمنطقة البساطة هنا برضو زي ما انتفقنا ادي موتور اويل ادي لوبريكنت ادي جريس ادي بتروليوم اويل هنا بتبقى العملية اوضح شوية من ان انت تخش جوه شركة وتشوف الحاجات اللي جواه منها مخصوص يعني هنا قدامانك الايه التفاصيل بعمق اكتر يعني تقدر انت تبص جوه منها بس دي الفكرة كلها بمنطقة البساطة زي ما تشعر لدي هنا مية وسبعين منتج موجودين اه درهو اتنين وعشرين دول هنا بقى زي ما كنت بقولك انا ممكن ايه احاول اعمل احصائية كده واعرضها في صورة جرافيكس انه اكتر دولة منتجة لحاجات زي كده مثلا هي الولايات المتحدة الامريكية نسبة كذا في المية شوف دول كم دولة هي مثلا اتنين وخمسين منتج منهم اتنين وخمسين من مية وسبعين منتج فاعمل اتنين وخمسين على مية وسبعين في مية اشوف هم كم في المية من المنتجات بتنتجها مثلا للولايات المتحدة كم في المية بتنتجها بريطانيا كم في المية بتنتجها روسيا وهكذا يعني طبقيا من باب ان انا بحرد قتام الناس الحاجة وظيم انتبقا اشوف كده الشركات دي عبارة عن ايه بيعملوا ايه كل منتج منهم ايه مميزاته اعمل جدول بيهم حتى كده اسم كل منتج منهم حتى لو اسم التجاري بتاعه ايه المادة النانو لجوة منه ايه مميزات المنتج ده لو اقدر اجيب سعره اجيبه الشركة المصنعة جاي منين كل دي معنواة كويسة جدا وكل دي حاجات قيمة جدا ان شاء الله انها يتكون في ريفيو نتمنى تكون فكرة واضحة هذا نكمل بها ان شاء الله الفيديو اللي جاي مع بعد بإذن الله في اتجاهات تانية بإذن الله شكرا